اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر مشيرا سيادته إلى أن إطلاق مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استنادا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا كما أكد السيد الرئيس على أصالة العلاقات والقواسم المشتركة بين الشعوب الثلاثة وانصهار الجاليات القبرصية واليونانية داخل بوتقة الشعب المصري على مدار عدة أجيال متعاقبة وهو الأمر الذي جعل مصر أول دولة في العالم تحتفل بالجاليات التي أقامت بها دعما للعلاقات بين الشعوب كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر باستمرار تدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط وذلك من خلال فئة الشباب مشددا سيادته في هذا الإطار على أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يعد نموذجا يحتذا به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات وأن زيارة الشباب الحالية في إطار مبادرة إحياء الجذور هي خطوة مهمة لتعمق التواصل بين الأجيال الحالية من الدول الثلاث وكذلك تعزيز التعاون الثلاثي بينهم على خلفية أهمية الشباب في هذا الإطار كصانع للمستقبل ولبناء جيل يعتز بأصوله ويؤمن بأهمية الوحدة والترابط بين الدول الثلاث على الأخص وتبني المواقف الدعمة للقضايا المشتركة بينهم بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرخاء لهذه الشعوب من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الشبابي اليوناني والقبرصي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين أن مبادرة إحياء الجذور تساهم في ربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرص الذين عاش أجدادهم في مصر بالحضارة المصرية ومشددين على أن مصر تشكل تجسيدا لقيم التسامح والتعايش المشترك والتواصل الإنساني وهي القيم التي شجعت مئات الآلاف من شعوب المنطقة على اختيارها مقصدا للإقامة في مجتمعها الذي احتضنهم دون تفرق وكان على رأس هؤلاء الآلاف من اليونانيين والقبارصة الذين انصهروا في النسيج المصري فمثلوا إضافة كبرى للحركة الاقتصادية والعلمية والثقافية في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا للوفد الشبابي مع السيد الرئيس حيث تم استعراض مظاهر التواجد القوي والفعال للجاليات اليونانية والقبرصية بالمجتمع المصري والانسجام داخل المجتمع على مدى العصور حتى الآن واكتسابهم للهوية المصرية مما أدى إلى جعلهم من أهم الجاليات المؤثرة والفاعلة في الدولة المصرية وسهم بقوة في دعم وتقوية الروابط والعلاقات المتبادلة بين الدول الثلاث وقد أشهد الوفد الشبابي بما لمسوه من تطور كبير في مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي زاروا عددا منها وذلك إلى جانب المعالم الأثرية والسياحية الأخرى حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أن التطور الذي تشهده مصر حاليا والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس التنمية والبناء والسلام والحفاظ على الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمر طلعات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والسيد عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أببكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية أكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود رفض محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكانة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات فضلا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة وتقييمهم ووفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر فضلا عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة والوقوف على أداء وجهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلية إذانا ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة اشتركوا في القناة